طالما إحنا في مزاج أو في أيام القيام وهذه السنة بين العيد الغربي والعيد الشرقي كان حوالي خمسة أسابيع إحنا مش رحين نحل مشكلة التقويم ولكن بالنسبة إلنا يسوعنا حي المسيح حي وإنه قام من بين الأموات وهذا إيمان كل المسيحيين فإيش بتعني لك القيامة؟ أحب أقرأ بعض الأعداد من رسالة بطرس الأولى لإصحاح الأول والعدد الثالث مبركنا الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى لا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيراً بتجارب متنوعة لكي تكون تسكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحم بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح أمين أمين فهذه القراءة بتفرجينا أنه القيامة هي قدس أقداس المسيحية وهي حجر الزاوي في المسيحية وأيضاً عصب الحياة الروحية والإيمانية هي القيامة فبدون القيامة الإيمان لا شيء ونحن بعد في خطيانة كما يقول الرسول بولوس إن كان المسيح لم يقم نحن بعد في خطيانة والإيمان إيمانكم باطل باطل نعم